شهب عندك كمان عندي أمان الله ما ميش أمان الله ما ميش حارس الترجي أقوى نقطة موجودة في الترجي التونسي هو هذا الحارس بتتكلم في 11 مباراة في دور الأبطال 10 كلين شيت طب هل الترجي بالشكل اللي احنا شايفين به الأرقام اللي لعب بها الترجي في البطولة الأفريقية هو قوي على المستوى الدفاعي بحالات اللي احنا شفناها هو أكيد لا عنده مشاكل كتير جدا الحارس المرمى أنقزه في أكتر من مباراة وكان هو العامل الأساسي في حفاظ على شباكه في المباراة الأخيرة وآخرهم كان المطشين بتوع سانداونز اللي قدر ياخد الترجي ويتأهل به لمباراة النقيقة طب السؤال الأهم والنقطة الصعبة بالنسبة لنادي الأهلي في المباراة والأهلي زي سجل في أمان الله ما ميش اللي بالنسبة لنا دلوقتي طب الأهلي هجيب فيه جواني ازاي لما حارس لعب 11 مباراة في البطولة حافظ على شباكه في 10 واستقبل 3 أهداف بس في مباراة واحدة هيكت مباراة الهلال طب الأهلي هيسجل ازاي تعني نجيب الحلقة نجيب أرقامه الأول في البطولة نستعرض أرقامه في دور الأبطال وبعد كده نتكلم مع الناس إيه العيوب وإيه المشاكل اللي موجودة عند أمان الله ما ميش يقدر الأهلي انه يستغل لها ازاي أشوط عليه ازاي في الكرات السابتة ألعب له كرة فين حارس مميز جدا في الريفليكس مفعش تديله كرة في المستوى الطول بتاعه الكرات العالية كلها هو حارس أكروباطي بيحاول أنه يتير يمين يتير الشمال يحاول يعمل شوه للشكل التصديات بتاعته تعالوا نشوف ممكن دي الأرقام بتاعت الأمان الله ما ميش 11 مباراة في البطولة 990 دقيقة استقبل 3 أهداف فقط حافظ على شباكه نظيفه في 10 لقاءات تصدى الـ 21 تصدي محقق داخل الثلاث خشبات حارس أرقامه قوية جدا النقطة الصعبة والتحدي الصعبة بالنسبة لمرس الكولر ومهاجمين للنادي الأهلي أو حتى المدفعين في الكرات السابتة لأنه إزاي أسجل في هذا الحارس الصعب تعالوا نجيب الكرات أو أغلب الكرات اللي دخلت في مبارا ما ميش ونشوف الوضعيات اللي هو استقبل ببقى الأهداف مع نادي التراجي كالتتعاملة إزاي عشان يبقى نادي الأهلي عنده الشكل اللي بي أمان الله ما ميش بيستقبل بيه الأهداف نمكن النقطة اللي كنا بنتكلم عنها من شوية إن المشكلة اللي موجودة عند إدفاع نادي التراجي في عملية الرؤية أو التمركز والعين دايما على الكرة التصوبات دايما يا كريم السريعة واللي على الأرض واللي بتتحطي في زاوية تبقى مستحيل على الأمان الله ما ميش مستحيل حتى الكرات الرأسية اللي بتتلعب دايما على الأرض بتبقى صعبة عليه الحارس ده أي كرة في المستوى التلت الأخير من المرمى القرائم من الأرض الموضوع بيبقى صعب عليه جدا وده زي ملعبة النادي الأهلي والمهاجمين أو حتى المدفعين في الكرات السابتة إن هم يستغلوا النقطة دي بشكل قوي إن هم يحاولوا دايما الكورت دايما اللي بتتشاط عليه سواء في التزديدات سواء في الدربات الرأس إنه دايما تتلعب في الأرض عشان خاطر الموضوع يبقى صعب عليه كل الكرات اللي تبقى في المستوى العالي أو المستوى الطول بتاعه هيبقى عنده مميزات كبيرة جدا إنه هو عنده رفليكس عالي جدا وهيبقى عنده قدرات الخاصة اللي احنا شفناها قدام سانداونز وتصدل أكتر من الكورة بشكل جيد في الوضعيات اللي هيب تبقى مناسبة بالنسباله لازم النادي الأهلي يختار الأماكن أو النقط اللي يسدد عليه فيها تكون قريبة من الأرض شايف تشكيل معين للمباراة غير اللي قاله جيمي؟ يأ أنا مع جيمي في كل النقاط عظيم اللي يختارها